يمكن لما ذكرت سفر التكوين الإصحاحات الأولى فكتير منكم عرف مين الضيف اللي رح أقدمه هو كان عدة مرات على برامج ليكن نور وطبعا بتشوفوه كمان على الفضائيات الأخرى بحب أقدم دكتور ناجي اسكندر ولكن يعني الشيء اللي اللي لفت انتباهه وبصراحة أعجبت فيه أنه دكتور ناجي مع أنه عنده الكريدينشلس كلها كل الكفاءات فهو زميل الكلية الملكية للجرحين بإنجلترا وفي نفس الوقت يعني اشتغل في هذا الحقل أكتر من 25 سنة في الطب وبعدين ترك الطب لأنه مهتم بالأبحاث العلمية طبعا اللي بتتعلق أيضا بأساسيات الإيمان المسيحي والكتاب المقدس فكرس حياته ليدافع عن الحق الإلهي أو بالأحرى الحق الكتابي وكنا من زمان اللي اللي كان بشاهدنا احنا تكلمنا عن الكتاب الخليقة تحت المجهر أخيرا طلع وطبعا موجود في الكنيسة يمكن المرقصية في مصر بدناش نقول أنك أنت مخاوز مع الكنيسة الأرتدوكسية لأنه جسد الرب بشكل كامل كله عاوز يكون عنده هذا الكتاب وأنا يعني بشدد وبنصح ويريت أن يكون متواجد أنك تقرأ هذا الكتاب أهلا وسهلا دكتور ناجي أهلا يا سيس نزار أنا بيسعدني جدا أني أشارك معاك في هذا البرنامج الرائع عشان نتكلم عن قضية في منتهى الأهمية بتتحدى الشباب والكبار وهي صدق كلمة الله من أول عدد في هذا الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض إذا كان العدد الأول مش صادق فإزاي هنصدق بقيت كلمة الله لكن إحنا بنؤكد أن هذا الكتاب صادق وأن الله هو الخالق والأدلة على ذلك أكثر من كثير الحياة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة